السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا يا بنات انا شيكو من قناة شيكو للتجميل وكل ما يخص المرأة فيديو النهاردة يا بنات خاص لاصحاب البشرة الدهنية فيديو النهاردة بيتكلم عن غلق المسام الواسعة وكمان تديقها المسكدة يا بنات من اسهل الوصفات على الاطلاق وابسطها طبعا على الاطلاق واكثرها فاعلية على الاطلاق انا بشرتي دهنية وبجرب المسك ده على طول حلو جدا هتحبيه هترتاحي في استخدامه جدا وهتلاقي نتيجة ان شاء الله بعد اسبوع من استمرارك على مدومة المسك البسيط السهل ده اللي مش هياخد منك ان شاء الله ثلاث دقايق على بعد في تحضيره حتى المكونات بتاعتي يا بنات سهلة جدا 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 ما فيهاش اي تعقيد خالص وهتلاقيها ان شاء الله من مطبخك زي ما انتي شايفة كده انا عندي بياض بيضة واحدة بس بياض هافصل الصفارة على جنب وهستخدم البياض لوحده وعنتي كمان نص لمونة ازاي هتستخدميها على بشرتك لغلق المسام خليكي معي لغاية اخر الفيديو علشان تشوفي انا هعمل نص يا بنات اول حاجة بياض البيضة بتاعتي انا اخدته هو وهنزل عليه بعصير نص لمونة عصير نص لمونة بس ما تكتريش عن النص لمونة حاولي اللمونة تكون كبيرة شوية علشان عصير نص لمونة يكون كافي معيكي لعمل المسك بعد كده هتبدأي بقى تضربي البيض بتاعي كويس جدا اي رأيكو يا بنات في المضرب الجديد بتاعي جميل شفته النهاردة عجبني فاشتريته قلت لازم اعمل على طول وصفة ببيض البيض عشان انا بحب قوي استخدم المضرب حلو جميل جدا وسهل وبسيط هتضربي بقى كويس قوي 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 ما تنسوش يا بنات لو عجبكو الفيديو تدوسوا لايك وتشتركوا معي كمان في القناة لو لسه ما اشتركتوش والبنات اللي اشتركت معي قولولي ايه رأيكو في الفيديو وقولولي كمان حابين اعملكو وصفة ايه ايه الفيديو اللي جاي على فكرة الوصفة دي كمان يا بنات ايه بالنسبة البنات اللي لسه ما اشتركتش معي دي بناء على طلبات المشتركين عندي ايه طلبوا مني تدقيق المسام الواسعة وخصوصا للبشرة الدهنية علشان كده انا ايه بعملها لهم هتقلبي كويس جدا جدا اهم حاجة في الوصفة بتاعتي ان انتي تطلعي الرغوي بتاعت بياض البيض فلازم تقلبي ايه كويس يعني استمري في التقليل. طبعا كل ما بتقلبه يا بنات الرغاوي بتاعة البيض مع اللمون بتطلع. شايفين الرغوة كتيرة ازاي? طبعا اهي باينة في المضرب. لو ما عندكش المضرب تقدري طبعا تعملي تطلعي الرغوة دي بالشوكة. عايدي جدا. طبعا كترة ضرب ما بيطلع لك الرغاوي. ازاي بقى بتستخدمي الوصفة دي على بشرتك علشان تقفلي المسام الواسعة. بصوا الرغاوي بين بناتها اهي. اه انت هتجيبي طبعا قطنة او باديكي. اهم حاجة ان انت تغذي الرغوة. انا عايزة الرغوة دي مش عايزة السائل اللي تحت. هتغذي الرغوة. وهتبدأي بقى تحطيها لو مسلا على الواجه. هتبدأي تحطيها زي كده. اه على المسام المفتوحة عندك. وتسيب المكون خالص خالص. ياخد راحته لحد ما ينشف. وبعد ما ينشف تبدأي تشتفيه بالمية الفترة. عادي جدا. اه تقدري تستخدميه من مرتين لتلات مرات اسبوع طبيعي. وامن مية في المية على اه بشرتك. ما تنسوش يا بنات. لو عجبكو الفيديو تدوسوا لايك وتكتبو لي كمان كومنتات. شكرا ليكو جدا. والبناتك كمان اللي لسا ما اشتركتش معي. يريد تشترك معي في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلها مني. كل جديد. انا ساعدت جدا جدا ان انا كنت معيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة